تعرض التونسي فرجاني ساسي لعبوسة نادي الزمالك إلى الترد في مباراة الفريق الأبيض ضد المصر بورسعيدي دمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الجارية بين الفريقين وحصل فرجاني ساسي لعبوسة الزمالك على البطاقة الحمراء بعد اعتراضه بشكل غير لائق عقب حصوله على البطاقة الصفراء الذي جعل الحكم أمين عمر يشهر له البطاقة الحمراء بسبب المشدة بينهما بالضيئة 35 وحاول لعبوا نادي الزمالك تهدئة فرجاني ساسي المتعصب للغاية بعد قرار أمين عمر بطرده ورفض الخروج من الملعب قبل أن ينصاع لنصاعح المغربي عشر بن شرقي ولعبي القلعة البيضاء وتقدم نادي الزمالك في النتيجة على حساب المصري البورسعيدي عن طريق محمود علام من راكل الجزاء بالضيئة 17 من زمن اللقاء ترجمة نانسي قنقر